شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية وتولي مصر اهتماماً كبيراً بالاستفادة مما تتمتع به المجر من إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة هو ما يسهم في فتح فرص جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية أعلى وعلى البعد السيئسي المهم للعلاقات مع المجر والذي تطور كثيراً خلال فترة تحامل الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسؤولية فإن مصر تهتم بالاستفادة مما تتمتع به المجر من إمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة كذلك تعد المجر عضواً في مجموعة فيسجراد التي تمثل سوقاً كبيرة وواعدة بالنسبة لمصر حيث يبلغ عدد سكان تلك الدول مجتمعة نحو 64 مليون نسمة بنتج محلي إجمالي يبلغ نحو 8.1 تريليون دولار وقد ترحت مصر أفكاراً خلال القمة التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بوداباست بشأن إنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع في مصر كذلك إنشاء صندوق استثماري مشترك مجموعة فيسجراد تمتلك خبرات كبيرة في مجالات مختلفة كالسكاك الحديدية والزراعة والري ومعالجة المياه والتاقة النووية والصناعات العسكرية وهو ما يمكن الاستفادة منها سواء في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بمصر أو زيادة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول كما أن الاهتمام بالمجر يكتسب من الناحية الاقتصادية بعضاً إضافياً منذ اندمامها لعدوية الاتحاد الأوروبية وهو ما يسهم في فتح فرص جديدة أمام الصادرات المصرية بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر ما شهده حجم التبادل التجاري بين البلدين من تطور حيث ارتفع التبادل التجاري إلى 417 مليون دولار في عام 2021 وتمثلت أهم الصادرات المصرية للمجر في منتجات القطن والخضروات والفاكهة والأسمنت والأسمدة والسجاد بينما كانت أهم الواردات المصرية من المجر المعدات والأجهزة والمولدات الكهربائية وعربات قطارات السكك الحديدية